كما تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مصنع مجموعة هانج تونج أوبتيك إلكتريك مصر للألياف الضوئية الذي يعد أحد مصنع المنطقة الصناعية الصينية تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين وخلال جولته بمصنع الشركة استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المدير التنفيذي للشركة أوضح خلاله أن مجموعة هانج تونج تعد أكبر شركة مصنعة للألياف الضوئية وكبلات الطاقة في الصين وتغطي مجالات الأعمال الخاصة بها والألياف والكبلات البحرية وخدمات الصينة والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة